إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءدون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أخرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الناس من لا يشكر الله أتقدم بشكري الجزيل لجمعية السعادة ممثلة في رئيسها وأعضائها على إتاحة هذه الفرصة للكلام بين أيديكم فأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه كما تم الإعلان عنه من طرف أعضاء الجمعية فإن محاضرة هذا اليوم هي بعنوان ميراث النبوة بين حرص السلف وتفريق الخلف قبل الحديث عن ميراث النبوة وعن حرص السلف وعن تفريق الخلف لا بد من إلقاء نظرة اختصرة وقتضبة عن هذا الميراث عن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يجرنا للكلام عن واقع الأمة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لمعرفة قدر هذا الميراث خير وصف وهنا يذكر الله جل وعلا منته وفضله ونعمته على هذه الأمة بل على الأمة كلها سواء كانت أمة الإجابة أو كانت أمة الدعوة لقد من الله على المؤمنين منة ما لها مثيل إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يعرفونه ويعرفون نسباً ويعرفون خلقاً وخلقاً يتل عليهم آياته أي آيات الله عز وجل ويزكيهم ويطهرهم ويهذب أخلاقهم ويربيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب الذي هو القرآن والحكمة التي هي السنة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين متى يعرف الإنسان حقيقة قدر النعمة لما يرى من حرمها حال الأمة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أحسن وصف لها في القرآن وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بين لكل ذي عينين يزداد هذا البيان حين نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصف حال هذه الأمة في حديث عياذ بن حمار المجاشعي الذي رواه البخاري في صحيحه قال عليه الصلاة والسلام إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم أي أبغضهم بل والمقت أشد من البغض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ممن كانوا على دين عيسى ابن مريم عليه السلام كانوا على الدين الحق الذي لم يبدل ولم يغير إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم واستثنى بقايا من أهل الكتاب طيب كيف هو حال هذه الأمة التي هي في ضلال مبين وقد مقتهم الله عز وجل عربهم وعجمهم في هذا الوقت يبعث الله عز وجل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بهذا النور المبين وهذه الحكمة البالغة وبهذه الشريعة العظيمة التي لا مثل لها وكان القصد من هذا إخراج الناس من الظلمات إلى النور لما ابتعث الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الحال أدرك الناس حقيقة هذه النعمة نعمة الهداية نعمة الاستقامة نعمة عبودية الله عز وجل وحده لا شريك له نعمة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ممن وصف هذا الوصف يعني وصف هذه الحال وصفا جليلا جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى وهذا كان يعني في هجرته إلى الحابشة في الفترة المكية قبل نزول جملة من الشراعية فما أحسن هذا الوصف وما أجل هذا البيان يقول جعفر ابن أبي طالب لما دعاه النجاشي وبعدما يعني بعث كفار قريش رسولين منهما من أجل أن يردوا من هاجر إلى الحابشة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف جعفر ابن أبي طالب بين يدي النجاشي عليه رضوان الله تعالى قال أيها الملك تأمل هذه الكلمات أنا ما أشرحها لأنها شارحة لنفسها قال أيها الملك إِنَّا كُنَّا قَوْمًا أَهْلَ جَاهِلِيَّةِ نَعْبُدُوا الْأَصْنَامِ وَنَأْكُلُوا الْمَيْتَةِ وَنَأْتِي الْفَوَاحِشِ وَنَقْطَعُوا الْأَرْحَامِ وَنُسِئُوا الْجِوَارِ وَيَأْكُلُ مِنَّا الْقَوِيُّ الْضَعِيفِ وَعَدَّدَ لَهُ مَحَاسِنَ مَا جَاءَهُمْ بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ثم قال فَصَدَّقْنَا وَآمَنَّا بِهِ وَاتَّبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَنَا بِهِ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَعَبَدْنَا اللَّهَ وَحْدَهِ وَفَلَمْ نُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَحَرَّمْنَا مَا حَرَّمَ عَلَيْنَا وَأَحْلَلْنَا مَا أَحَلَّ لَنَا فَعَدَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا فَعَذَّبُونَا وَفَتَنُونَا عَنْ دِينِنَا لِيرُدُّونَ إِلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ من عِبَادَةِ اللَّهِ تعَالَى وَأَنْ نَسْتَحِلَّ مَا كُنَّا نَسْتَحِلُّ مِنَ الْخَبَائِثِ فَلَمَّا قَهَرُونَ وَظَنَمُونَ وَضَيَّقُوا عَلَيْنَا وَحَالُوا بَيْنَا وَبَيْنَ دِينِنَا خَرَجْنَا إِلَى بِلَادِكْ وَاخْتَرْنَاكْ عَلَى مَنْ سِوَاكْ وَرَغِبْنَا فِي جِوَارِكْ وَرَجَوْنَا أَنْ لَا نُظْلَمَ عِندَكَ أيها الملك هذه قصة لخصت رسالة الإسلام وعظمته وجلالته الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما عاشوا فترة الجاهلية فترة الظلم فترة هدك الأعراض وسفك الدماء واستحلال الأموال والظلم والبغي والجور ووأد البنات وقتل الأولاد خشيط الفقر وعد ما شئت من هذه الشرور ومن هذه الخبائث لما جاءتهم رسالة الإسلام تنفسوا الصعادة وأدركوا هذه النعمة العظيمة وأحسوا بعذوبة هذه الشريعة بعدما ذاقوا عذاب الجاهلية هم حقيقة من قدروا هذه النعمة لهذا أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعاشروه ونصروه تأملوا دعوته تأملوا حاله في فترة مكة في فترة المدينة وأطول الناس عشرة لهذا النبي الكريم هو أبو بكر الصدق ثم باقي العشر المبشرون نبي الجنة لما عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا هذه النعمة حقيقة فلهذا استمسكوا بها ظاهرا وباطلا لهذا شعروا بعظمة هذا الدين وجلالة قدره وعظمته ونعمته هذه النعمة التي كانوا قد حرموا منها دهرا لأن من الصحابة ربما من عاش أربعين سنة وخمسين سنة وستين سنة في الجاهلية فلما أدرك الإسلام من الصحابة من عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين ومنهم الأقل من ذلك لكن ما إن علموا بعظمة هذا الدين إلا واستمسكوا به ولهذا الصحابة رضو الله تعالى عليهم أخذوا هذا الدين بقوة لم يأخذوه كأمثال نحن بضعف أخذوه بجد لا كأخذنا نحن لهذه الشريعة بهزل أخذوه وهم يعظمون هذا الدين عظموا القرآن عظموا النبي صلى الله عليه وسلم عظموا السنة عظموا أقواله عظموا أخباره عظموا كل ما جاء من هذا النبي الكريم لم يكونوا يتخيرون لم يكونوا يشتهون لم يكونوا يلعبون لم يكونوا ينهون كانوا إذا تأملت جيلها يعني تأملت هذا الجيل من الصحابة يدوان الله تعالى عليهم أنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة لا مثيل له تأملوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يرمقون تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم يرمقون حركته لو تتأملون أيها الأخيار فقط صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقط تدركون أن هذا الجيل العظيم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تركوا لنا حركة من حركات النبي صلى الله عليه وسلم ولا قولا ولا فعلا إلا نقله لنا حتى إن وائل بن حجر وهو من نقلة أي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى أرمقت أي لاحظت هذه الصلاة بشدة تأملتها فنقل لنا من وقت تكبير النبي صلى الله عليه وسلم لتعلموا أن هذا الجيل من سلفنا ما كان يهزأ وما كان يلعب وما كان يبيع دينه بالدنيا وإنما باع الدنيا من أجل الدين إذا رأيته يصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وحج النبي صلى الله عليه وسلم وقيام النبي صلى الله عليه وسلم ويصف لك لباس النبي عليه الصلاة والسلام حتى عدوا كل أنواع ألبسته كيف ما كان يلبس بألوانها وأثوابها وبذات الكم وغير ذات الكم كيف كان ينزع قميصة كيف كان نومه حتى نفخ النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه لنا حتى عرق النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه لنا حتى تبسم النبي عليه الصلاة والسلام نقلوه لنا إذا غضب كيف كانت أثار الغضب على وجهه إذا صعد المنبر ونزل المنبر إذا صلى إذا تكلم إذا شرم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كانوا محرومين حقيقة من هذه النعمة بمجرد لقيا النبي عليه الصلاة والسلام علموا أن مثل هذه النعمة لا ينبغي للعبد أن يفرط فيها أظن سلمان الفارسي وليصحح للإخوة سلمان الفارسي لما أتى ليختبر علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فتأملت وجهه فإذا وجهه ليس بوجه كذاب حتى هذه تأملته فإذا وجهه ليس وجه كذاب إذن هذا الجيل الفريد من نوعه يعني عروة بن مسعود الثاقفي يقول في صلح الحديبية لما رجع إلى قريش بعدما فوضه يقول يا قوم والله لقد وفدت على الملوك على كسرى وهرقل وغيرهما من الملوك فإن رأيت أحداً يعظم أحداً إنهن بمعنى ما ما رأيت أحداً يعظم أحداً كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمداً ما توضأ يعني وضوءاً فنزلت قطرة من وضعه إلا التقفوها ما تنخم نخامة إلا تلقفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم إذا تكلم استمعوا له وإذا نظروا إلى خفضوا يعني أعينهم حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن العاص يقول لو كلفتموني أن أصف لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت لأني لم أكن أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت والكلام ذو شجون يعني هذا الجيل من الصحابة رضوان الله تعالى لما علموا قدر هذه النعمة المهداة لهم هذه النعمة المرصلة إليهم من رب العباد هذه الرحمة الغالية تمسكوا وأحاطوا بهذا النبي ما فارقوه ما فارقوه لازموه سفرا وحاضرا في صلاتهم في أسواقهم في كل أحوالهم حتى بعض الصحابة كان ليلة قال افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم فخشيت أن يكون قد اغتيل فذهب يبحث عنه فوجده في مكان قال ما جاء بي قال يا رسول الله خفت عليك أو خشيت عليك يعني بعض الصحابة لما سمع مقتل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي حياة لكم بعد مقتل النبي صلى الله عليه وسلم العجيب في الأمر أيها الأكارم صغار صغار الصحابة فالشباب الذي ربما ناهز البلوغ أو لم يبلغ باد كيف كان يفقه عظمة هذا الدين وبركة هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ما مثله يترك وما مثل سنته تهان هذا النبي الكريم مرة أتي بشراب وروي الحديث يقول وعن يمينه الأشياخ يعني أشياخ كبار مثال أبي بكر وعمر ويثمان عفوا وعن يساره الأشياخ وعن يمينه غلام فمن السنة إذا شرب الإنسان وأراد أن يناول يناول من على يمينه فالنبي صلى الله عليه وسلم بأدبه وهو يعلم الأمة الأدب يقول لهذا الصبي هل تأذن أن أسقي الأشياخ شف الذي فقه نحن مثل هذه لو كان يمكن لو كان مثلنا من له ستون سنة ربما ما خطرت هذه الخطرة على باله قال هذا الغلام والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله أنا حقي منك ونصيبي منك لما أوثر به غيري هذا الشراب أنا أريد أن أتبرك من مكان شربك فلما أوثر بهذه البركة غيري ولو كان أبا بكا ولهذا قال أهل العلم لا إيثار في القربة قربة ما فيها إيثار لا إيثار في الصدقات ولا إيثار في الصلاة ولا إيثار في أي قربة من القرب طيب إذن قلت من حرص السلف شدة ملازمته من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا لا يفارقون ولهذا تذكرون قصة عمر والأنصاري رضي الله تعالى عنه وهذا نذكر به طلبة العلم عمر كان يسكن في العوالي العوالي المدينة وكان له جار من الأنصار معلوم أن عمر مهاجري قال فكنت أنزل يوم والأنصاري إنزل يوم ينزل عمر فيبقى مع النبي صاصم اليوم كله يحفظ ما نزل من الوحي يحفظ ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام يرى ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتل تخيلوا يرجع عمر بعد صلاة العشاء من المجد النبوي إلى العوالي على قدمين فيجد الأنصارية ينتظر لمَ من أجل أن يخبره ما أنزل من الوحي وما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا في اليوم التالي ينزل الأنصاري ويبقى عمر يشتغل في سلاحة أو زرعي أو ما إلى ذلك ولهذا سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم وهذه من أثارهم وعلاماتهم التي تميزهم عن غيرهم أنهم حارصوا على العلم والعمل حين تذكر السلف تذكر العلم والعمل ما فرط لا في هذا ولا في ذلك تعلموا كل شيء من النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنك لا تستغلب يعني دعك من سؤالاتهم عما يهمهم في دينهم أن لو أردت أن تحصي سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وتتأمل هذا الفقه في السؤال حتى يقول هذا يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك فيجيبه قل آمنت بالله ثم استقيم الصحابة لما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم وموعظة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب قالوا كأنها موعظة مودع فأوصنا أوصيكم بتقوى الله الحديث معروف وهذا الرجل يأتي يقول يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه وهذا يقول له إن يدلني على عمل يدخلني للجنة ويبعدني من الله رجل كان مسكر لعله أعرابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرسول الله يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معاد قال أنت إذا دعوت ماذا تقول قال أسأل الله الجنة وتعوذ بالهن الله قال حولها ندندين وهذا يقول يا رسول أوصني قال لا تغضب قال هذا أوصني لا يزال لسانك رطم من ذكر الله وهذا شيء كثير لكن تستغرب حين يأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون حتى في دنياهم يا رسول الله أي الكسب أطيب قال كل عمل مبرور قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور حتى في دنياهم يسألون عن أفضل الأشياء انتبه لأنه يسأل عن ماذا يسأل عن أطيب الكسب ومن هنا نعلم هذه بين عارضتين أن الكسب أربعة أنواع كسب طيب وكسب أطيب وفي المقابل كسب خبيث وكسب أخذ الصحابة سألوا عن أطيب الكسب فأجابهم عمل الرجل بيده وكل عمل مبرور من حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم كانوا يرجعون إلى رسول الله في كل ما يشكل عليه هناك شيء يسمعونها منهم لكن تقع إشكالات عندهم فيحتاجون إلى أن يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه السؤالات مثلا امرأة في الحج تقول يا رسول الله وكان معها الصبي تقول يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أضل وهذا جواب الحكيم كما يقول أهل العلم أجابها عن سؤالها وزادها شيء آخر ما سألت عنه كما في أنا توضأ بماء البحر قال هو الطهور ماءه الحل منه هذا يقال له جواب الحكيم وهو أن يجيب المسؤول بأكثر مما سأل عنه السائل قالت ألي هذا حج قال نعم ولك أضل كذلك المرأة الخثعمية عفوا لما سألت قالت يا رسول الله إن الحج قد أدرك أبي وهو شيخ كبير لا يستقيم على الرحيل أفأحج عنه قال نعم لما أنزل الله جل وعلا قوله من ذا الذي يقرض الله قردا حسنا فقال الصحابة أو يسألنا ربنا القرد قال أجل وهكذا السلف الصالح لما حضروا نزول القرآن غض طريا سمعوا القرآن من في رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا أسباب نزوله وشهدوا كيف يأتي الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صاصم يعلمهم هذا الكتاب ويقرئهم وإلى ذلك ويعلمهم معاني هذا القرآن يشرح لهم هذا الكلام وكل إشكال حتى في القرآن كما في حديث عبد الله بن مسعود في قول الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وفي حديث عدي بن حاتم حتى بين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفرس إلى غير ذلك الصحابة رضو الله عليم لما شهدوا نزول القرآن وشهدوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم استشعروا مسألة هي غائبة عندنا وهي استشعار الكفاية بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ملحظ مهم ينبغي أن تلحظوه وأن تقفوا عنده الله جل وعلا يقول أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون مشكلتنا أيها الأكارم في زماننا في زمان الغربة أننا لا نستشعر كفاية القرآن ولا كفاية السنة ولهذا كل من ابتدع في دين الله عز وجل أو جاء بقول أو بفعل لم يقوله ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما استشعر الكفاية ولهذا قال الصحابي الجليل ما مات أو ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما من طائر يطير في السماء إلا وذكر لنا منه علما والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت شيئا يقربكم إلى الله جل وعلا إلا وقد بينته وأجل من هذا قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينا مما يبين فضل سلفنا وسبقهم وتقدمهم على كل أحد شدة محبته من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الدين هذا الفارق كبير بيننا وبين سلفنا حتى تعلموا لما هذا الجيل أثنى عليه ربنا جل وعلا في القرآن هذا الجيل لما رضي الله تعالى عنه ورضو عنه لما هذا الجيل كان من السابق أو تظنون هو لجمال صورهم ولا لكثرة أموالهم ولا لمكانهم لا وإنما لسبقهم ولمسابقتهم ولمسارعتهم في فعل الخيرات هذا الجيل أعطى أحسن مثال وألوح مثال في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يكونوا يقدمون شيئا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لما قال له عمر يا رسول الله والله إنك لأحب إلي من نفس عفوا لك أنك أحب إلي من أهلي ومالي والناس أجمعين إلا من نفس قال لا يا عمر فالله يا رسول الله إنك لأحب إلي من أهلي ومالي ونفسي والناس أجمعين قال الآن يا عمر الآن صدقت محبتك وهنا لما يقول الآن يا عمر هذا كلام من لا ينطق عن الهوى وانظر في سير الصحابة لدوام الله تعالى من المهاجرين والأنصار قف لكم بقوم وهم المهاجرون يتركون أموالهم وديارهم وأهليهم وكل ما يملكون ويذوقون الأمرين كانت الهجرة الأولى للحابشة ثم الهجرة الثانية للحابشة ثم خرج الناس تطرأ هاجروا سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هو جندا يجر يعني قيوده من مكة إلى الحديب يجر يعني رجيه ويديه يعني القيود من السلاسل ليرى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سهيل ابن وكذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب أبدا لهذا صدق في محبة النبي صلى الله عليه وسلم قصة أبي أيوب الأنصاري لعلكم سمعتموها كثيرا لكن أكررها على أسماعكم أبو أيوب الأنصاري لما هاجر النبي ودخل المدينة طلب منه أن يكون عنده في بيته وأصر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فقال يا رسول الله يعني أنت تنزل في طابق العلول وأنا في الطابق السفلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم السفل أرفق بنا لأني يغشان أصحابي أبو أيوب قال لا أعلو بيتا تحته رسول الله شوف الحب إلي قال كيف أنا أنام في الطابق العلوي وتحتي رسول الله هذا لا يستقيم ومثل هذا لما سئل العباس ابن عبد المطالب وهذا من حسن الأدب في الجواب العباس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكبره سنا سئل العباس قيل له أنت أكبر أم رسول الله قال رسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله ما أجمل هذا الأدب استحي أن يقول أنا أكبر من رسول الله قال لا أرسول الله أكبر مني ولكني ولدت قبله طي المحبة لها الصور كثيرة والوقت يعني يذهب مما يجلي سبق الصحابة وجيل السلف سرعة الاستجابة وهذا أمر جليم في سيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومن بعدهم من التابعي طيب في سيرة الصحابة أذكر بعض الصور لبس الحجاب بالنسبة للنساء يعني متى نزلت الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أيكم حدي الطويل المخاري قال أيكم هو ضمان بن ثعلب قال أيكم محمد بن عبد الله هذا أعرابي رجل أعرابي قال أنا قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد عليك ثم بدأ يسألهم الله أرسلك إلينا الله أمرك أن نصلي خمسة فيلم الله أمرك أن نخرج صدقة من المهم الله أمرك حتى أن تابع الأسئلة قال والله لا أزيد على هذا ولا أطقص قال النبي صاصم أفلح إن صدق المقداد في غزوة بطر المقداد ابن الأسود قال للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك تقصدنا كان يستشير قال لعلك تقصدنا من العنصار قال أجل قال والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد يسيرنا معك والله يا رسول الله لا نقول لك كما قالت بني إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قائد ولكن نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتل هكذا كان جيل الصحابة مما يميز جيل الصحابة الامتثال بالإشارة قبل العبارة وهذه قد تستغربون ذكرنا ربما مع بعض الإخوة في بعض العصر قصة الخاتم ونعيدها لمن لم يسمعها رجل من الصحابة كان يلبس خاتما من ذهب وهو محرم على الرجال وهو جلس النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عودا فنكث على الخاتم هذا الرجل نزع الخاتم وألقى به رمعه انتهت الموعظة فهم أشنبغى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له بعد الصحابة قال لي خذه انتفع به النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاك عن لبسه قال ما كنت لأخذ شيئا طرحه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا طركته لله مبغاش عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وهو أكثر من أثرت عنه هذه الإشارات كان يرى إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بها انتفع عبد الله قال فكان عبد الله يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحة لسقمك ومن فراغك لشغرك إلى آخر الأثار عبد الله بن عمر رأى رؤيا فأفزعت فقصها على حفصة أختي رضي الله تعالى عنهما فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لحفصة نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل وما عبر الرؤية ولكن قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل قال الراوي فما ترك عبد الله قيام الليل حتى مات صفي؟ وشهد آخر فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقيم الليل لا قال نعم الرجل عبد الله بن عمر الله يعمر هذا العبد ولكن زمال يكون يقوم الليل فما ترك عبد الله قيام الليل حتى مت إشارة أخرى من عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم جالس يوما فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو تركنا هذا الباب للنساء وهذا أسلوب كأنه استشارة بشي أسلوب أمر لو أسلوب عرض كما يقول البغويون لو تركنا هذا قال فما دخله عبد الله حتى مت أن يكفيني إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشبال لكم نخليوا هذا الباب للنساء ما بقيش ندخله فما يحتاج لتكرار العبارة تكرار العبارة فلذا قلت إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ينتفعون بالإشارة قبل العبارة قلت مما وهذا ذكرته قبل مما يميز يعني سلفنا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن أي شيء يشكل عليهم وهذه فائدة لعموم الناس ولطلبة العلم خصوصاً الإشكالات إنما ترفع لأهل العلم هل يمكنك شبها؟ ما عمركش تلقي بشي لقيها هذا الشيء واحد يحتوي عنده شبه الشبه تعرض على العلماء ولهذا شوف مثلا هذه واحدة فقط أقتصر عليها اليهود لما سمعوا بأن الصحابة تأتيهم وساوس في الصلاة فأرادوا أن يحتقروهم قالوا إنكم توسوسون في الصلاة سبحان الله أنتم مسلمون ما شاء الله نحن لا نوسوس أعجب وقد قلوا أنتم خير أمة هذه شبهة ولا مش شبهة هذه لا شبهة ما الجواب؟ لا بد أن يأتي الصحابة النبي قال يا رسول الله إن اليهود لا توسوس قال وما يفعل الشيطان ببيت خيري اشتعل على حج دامر ليش غيوسوس لهم وهم من جنده الشيطان يوسوس لأهل الإيمان ولهذا جاء شبهة أخرى جاء الصحابة للنبي قال يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في قلبه من الوسوس ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن إن يتلفظ قال أوجدتم ذلك قال نعم قال ذاك محظو الإيمان إياكم أن تستشعر أن هذا يعني هذه مصيبة ولا هذا كفر لا هذا محظو الإيمان لولا صحة إيمانكم ما وسوس لكم الشيطان طيب يرحمك الله طيب مدى مضى جيل الصحابة والكلام على جيل الصحابة هذا ما ينقضي لا في حصة ولا حصتين ولا عشر حصة الكلام عن جيل الصحابة هو حقيقة هو الروح حين تلقي بنظرك في هذا الجيل العظيم تعرف حقيقة وتذوق حقيقة لذة الإسلام تعرف هذا الجيل كيف كان يتعبد ربه وكيف كان يقيم حجة على غيره وكيف كان يتعامل بينه وكيف كان يتصرف كيف كان يصلي كيف كان يتصدق كيف كان يمتثل الدين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرن طيب الوقت لعله حتى أختم يعني لما نتكلم عن حرص السلف نعلم في المقابل تضييعنا نحن الخلف لهذا الميراث العظيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك نحن نتبتح أنا لما تكرت حرص السلف إن هي في المقابل تفهم كيف هو حالنا كيف الآن نحن نتعامل مع هذا الميراث النبوي كيف نتعامل مع نصوص الكتاب والسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا مالا ولا ترك لنا ديرهما ولا دينارا ترك لنا كتاب الله وترك لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك لنا جيلا هو أمنة هذه الأمة سابسي وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعاد إذا أردت الدين الحق إذا أردت الفهم الحق إذا أردت النهج الحق إذا أردت التصور الحق وإذا أردت التطبيق الحق لهذا الدين عليك بالنظر في هذا الجيل هذا الجيل كان جيلاً كما قلت وأكرر دائماً جيلاً لا مثيل له ولم يمض في أمة من الأمم جيل كجيل الصحابة فلهذا إذا أردنا أن نعلم حالنا نقيس حالنا بحاله وننظر كيف كانوا حارصين على اتباه هدي النبي صلى الله عليه وسلم شبراً بشبراً ذراعاً بذراع كان يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته وإشاراته وعباراته فأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والهدى والرشاد لما فيه خير العباد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم